موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبعة لا شك أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك كان لها وقع خاص ولسيما اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعلى الرغم من التكتم حول نتائج هذا اللقاء إلا أنه أظهر رغبة لدى الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وإعادة المياه إلى مجريحة لكن على مبدأ الندية التي أوجزها السيسي بقوله لأوباما باللهجة المصرية سيب ونأسيب لكن المفاجأة الكبرى كانت الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردغان على النظام المصري من على منبر الأمم المتحدة ما دفع بوزير الخارجية المصري إلى إلغاء لقاء مع نظيره التركي واللافت أيضا مبادرة أمير قطر لمصافحة السيسي خلال عشاء نيويورك فضلا عن محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وما يمكن أن ينتج عن هذه الجلسة هذه المواضيع اهتمت بها الصحافة المصرية والعربية عموما فضلا عن التطورات التي تشهدها المنطقة بدءا بموقف تركيا من المشاركة في تحالف أصدقاء أمريكا لمناقشة هذه القضايا مشاهدين الكرام ينضم إلينا من القاهرة مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بك أستاذ مختار أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وأهلا بالعالم العربي كامل دكتور مختار اليوم جلسة هامة هناك احتمال نطق بالحكم في قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير ما هو المتوقع برأيك خلال هذه الجلسة؟ لا المتوقع صعب جدا أنك تستنبطه يعني كثير من المراقبين يروا أن لابد أن يكون هناك حكما بالإدانة كثير آخر ممن تعاطف مع مبارك يرى أنه ليس له إدانة وأنه من الممكن أن يجدر حكم بالبراءة الأمر مطروك للمحكمة وفي الأحكام الجنائية في العادة في مصر أو خارج مصر يحكم القاضي بما وقر في عاقدته وبما أطمئن عليه قلبه ولكن التوجه الغالب مع تقدير الكامل للأدلة والقراء هذا صحيح ولكن التوجه الغالب هل هو نحو البراءة أم الإدانة؟ لأن هناك الكثير من التحليلات التي بنيت على أساس محاكمات سابقة بعد الثلاثين من يونيو توضح بأن التوجه العام هو نحو إصدار حكم بالبراءة وليس الإدانة شوف صعب علي أنا شخصيا جدا أن أقولك هذا الكلام أنا في الأصل أساس قانون نعم فإن أنا أستنتج حكم المحكمة بالإدانة أو البراءة دي مسألة صعبة وتكاد تكون مستحيلة لكن هي اكتحادات كثير يروا أن كثير جدا من الأحكام التي صدرت على كثير جدا من المتهمين طوال الفترة السابقة كانت الأحكام فيها بالبراءة فمن الممكن أن يكون مبارك والعدلي والستة المساعدين ونجليه وحسين سالم وارد أن يكون هناك حكما بالبراءة على شكل تهزيل أحكام وهناك اعتقاد آخر بأن المسألة مختلفة تحاكم قمة السلطة التنفيذية وتحاكم وزير داخلياته وتحاكم كبار مساعدين وربما حكم البراءة يعني لابد أن تكون هناك حيثيات قوية تعطي المحكمة الحق في إصدار هذا الحكم عموما دعنا نراقب الموقف هي المسألة دقائق وسوف يعني يكون هناك المنطوق ولكل معاقب مقال وقتها صحيح صحيح طيب سيد مختار اسمح لي أن ننتقل إلى عنوين الصحف العربية مع الزميلة غادي غانتوس لمعرفة أهم ما تناولته هذه الصحف من قضايا وتطورات في المنطقة أهلا بكم انضمام دول جديدة من بينها بريطانيا إلى التحالف الدولي لضرب داعش الموضوع الأبرز في عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة السفير اللبنانية العسكريون سباق محموم بين النار والوسطات والشتاء يخلط أوراق عرسال وسلام يحذر من كارثة وطنية سككين داعش على أبواب عين العرب وأنقرة تروج للمنطقة العزلة ولندن لا تستبعد الالتحاق بغارات سوريا السيسي يسجل نقاطا في غزوة نيويورك تعزيز العلاقات مع الغرب وعزل الإخوان إلى صحيفات الدستور الأردنية وأبرز ما جاء فيها اتساع التحالف في الحرب على داعش واستمرار الغارات ضد منشأتها النفطية في سوريا بريطانيا والدانمارك وبلجيكا تنضم وتركيا تقترب وألمانيا تؤيد شورى الإخوان يرجع التصويت على مبادرة للمراقب العام تتضمن تعديلات على قانون الجماعة والاحتلال يحرم الفلسطينيين من صلاة الجمعة في الأقصى إلى صحيفة المدى العراقية ونقرأ فيها المرجعية تطالب بمحاسبة المقصرين في الإخفقات العسكرية الأخيرة نواب تشكيل الحرس الوطني لتحرير المدن هو الحل الوحيد دعوا إلى التنصيق مع البشمركة وطالبوا بتسليح يكافئ ما تملكه داعش والعنف في العراق حصد ثمانية ألاف وأربعمائة وثلاثة وتسعين مدنيا منذ مطلع العام الفين وأربعة عشر إلى صحيفة البلاد الجزائرية بوتفليقة يطلق مبادرة الحوار الوطني الشامل في ليبيا وفد من غرفة النواب الليبية تنتظر في الجزائر قريبا وإيطاليا أول الداعمين للمبادرة الجزائرية سياسيون يحذرون من المخاطر التي تحوم حول الجزائر قل الجزائر مستهدفة في أمنها واستقرارها وحنون داعش الجزائر صناعة أمريكية بريطانية إلى صحيفة الوطن العمانية بريطانيا تنضم لتحالف حرب داعش وأمريكا تقود يوما ثالثا من القصف في سوريا عباس للعالم دقت ساعة استقلال دولة فلسطين معتزما ملاحقة مجرمي الحرب ومطالبا مجلس الأمن بالتحرك واليمن الحوثيون يحتشدون في جمعة النصر وهادي يدعوهم للانسحاب من صنهاء وأخيرا إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الوسط البحرينية بعد طرده من البحرين في يوليو وزير الخارجية يلتقي مالينوسكي في نيويورك والبرلمان البريطاني يوافق على المشاركة في ضرب داعش وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا على أبرز ما جاء من عنوين في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم عود إليك ملحم شكرا للزميلة غادي غنطوس على هذا الاستعراض السريع ليعنوين بعض الصحف العربية سيد مختار يعني كما استمعنا لعل الخبر الأبرز هو تطورات في الصراع مع تنظيم داعش إلى أي مدى ترى أن هناك مصداقية واقعية في تحالف أصدقاء أمريكا لضرب ومكافحة الإرهاب في المنطقة يعني واضح أن هذا هو العنوان الأبرز ما زال تقريبا في كل وسائل الإعلام عربية أو عالمية في هذا النطاق هي محاربة داعش هذا الوهم الافتراضي من وكهة ناظري الذي صنعه في ظروف سياسية معينة داخل العراق على وكه الخصوص وداخل سوريا على وكه الخصوص كيف افتراضي أستاذ ملحم صراع افتراضي بمعنى أنك لا تحارب جيش معلوم ولا تحارب دولة لها أرض ولها وطن ولها شعب محدد المعالم أنت تحارب أفراد عبارة عن كانتونات يعني مسلحة حتى هؤلاء الأفراد إلى حد كبير جدا لهم حاضنات إن صح التعبير في المناطق اللي يعني موجودين فيها إلا في أماكن متفرقة ولو أنت نظرت كيف نشأت داعش هتلاقي داعش بدأت تقريبا في 2006 في العراق تقريبا في الموصل والأنبار ثم نهو أو انتهت داعش سنة 2007 عن طريق قوات تسمى قوات الصحوات اللي هم أولاد العشائر والقبائل اللي موجودين في العراق بداية من الأنبار إلى صلاح الدين إلى نينوى إلى ديالة وداعش جزء من جبهة النصرة اللي موجودة أصلا في سوريا وبدأت جبهة النصرة مش عايز أحكي التاريخ ده بدرجة أو بأخرى لكن انت تتحدث عن داعش داعش مقدراتها القتالية أو عدد أفرادها بالمقدرات الغربية تحدثوا من 20 ألف لـ 30 ألف وفي مقدرات تتحدث في حدود 3000 واحد منهم منتميين إلى أجناس مختلفة فإلى حد كبير جدا هذا الحجد الدولي الكبير لمحاربة داعش اللي أنا سميته الوهم الافتراضي بدرجة أو بأخرى أنا أتصور أن من وراها أغراض أخرى كد لا تكون محاربة داعش في المقام الأول ربما حماية كردستان العراكة الدولة الوليدة اللي صنعت وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحف شهير بين برزاني وبين وزير خارجي ببريطانيا ربما الاحتكاك بسوريا ومحاولة ضربها وإنهاء حكم بشار دول السيناريوين اللي من وجهة نظري الغامدين في هذا التحال سيد مختار هناك أيضا من يقول أنه من الأهداف الأمريكية توسيع النفوس في المنطقة وإعادة رسم الخريطة الجغرافية من جديد ما رأيك بهذا التحليل؟ صحيح أنا أتفق مع هذا الرأي تماما وإن كانت هذه المسألة هي مطروحة للولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن داعش أو غير داعش لكن هذا التحالف الغربي هذا التكاتل الغربي هذا التكاتل الأمريكي اللي تحدث عنه هيجل أنه تكلفته في حدود 500 مليار دولار أنت تتحدث عن تكلفة فوق طاقة الولايات المتحدة الأمريكية في حد ذاتها وفوق طاقة العالم الغربي طبعا الفاتورة العربية المال العربي هو في النهاية اللي هيقوم بسداد هذا الأمر 500 مليار دولار لكي تحارب أفراد أو جماعات مسلحة وجدوا في ظروف سياسية معينة وانتشروا في منطقة ما بين العراق وما بين السوريا في ظروف سياسية معينة كلنا نعلاما لو لا النظام الطائفي في العراق ما كانت داعش وجدت في العراق على واكه الخصوص ولولا الحكم الطائفي اللي مرسوا نور الملك على واكه الخصوص وكثير جدا من السياسيين في العراق تحدثوا أن العراق يعاني مما يسمى بالطائفية السياسية أو الطائفية المذهبية اللي وجدت في بعض المناطق وأدت إلى دخول داعش إلى الشريط السنة هل تتحمل الأنظمة في فشلها في إدارة المؤسسات الرسمية والبلدان هل تتحمل هي فقط وجود داعش أم أنه هناك دعم أيضا أتى من الخارج شوف قولا واحدا ملحم من وجهة نظري تتحمل الأنظمة يتحمل النظام الحكم الطائفي في العراق بداية من 2003 إلى بداية تولي حضر العبادي وأنا أتصور أن حضر العبادي يواجه مواكهة شرسة في هذا الانطاق طريقة تشكيلة الوزرية لو أنت نظرت إلى تعيناته حتى في المناصب الموجودة في الدولة وتشكيلة الوزرية الأخيرة هتلاقي تقريبا كل الأطياف أو كل الأقطاب السياسية في العراق اللي هما ظهروا في 2003 حتى هذا التاريخ هم جزء من حكومة العبادي وجزء كبير جدا منه يعني ما يسمى بنظام المحاصصات وجد فيه فأنا وجهة نظري جزء كبير جدا من ظهور داعش داخل العراق يتحمل مسؤولياته يعني حكومة الملكة على وكه الخصوص والشكل الطائفي اللي أدير بها الحكم لو أنت نظرت إلى وجود داعش داخل سوريا على وكه الثاني داعش كلنا نعلم أن هي جزء من جبهة النصرة بعد أن نسالخ أبو عمر البغدادي عن أبي محمد الجولان اللي هو زعيم جبهة النصرة ومعلوم أنه وجد في سوريا في المعراكة الكبيرة اللي أديرت في إدلب ما بين جبهة النصرة وما بين الجيش الحكومي السوري والواقع داخل سوريا تقدرات تتحدث عن ألف جماعة مسلحة موجودة داخل سوريا ما بين جبهة النصرة ما بين جيش المجاهدين ما بين داعش ما بين الجيش السوري الحر وغيره من الجماعات المسلحة اللي أنت لا تعرف من ضد من ولا من مع من وفي الآخر الشعب يتضرر والواقع السوري الآن ما بين نزوح في الداخل أو لجوء إلى الخارج 3 مليون في الخارج وأكثر من 7 مليون موجودين في الداخل هل ترى أي دور تركي قطري في هذا التحالف الجديد أم أنه يوجد غموض حقيقة في دور هذان البلدان لا قطر جزء من هذا التحالف وقطر كل التقديرات التي تخرج من التحالف تتحدث أنها تشارك بجزء من الطائرات وجزء من الطلعات الجوية اللي بتقوم بها طائرات التحالف قطر المملكة العربية السعودية البحرين الإمارات الأربعة جزء مهم جدا من هذا التحالف وفي طلعات جوية هم بيقوموا بها في هذا الشكل تختلف أو تتطفق مع رؤية قطر في كثير جدا من الواقع الإقليمي تركيا في وقت من الأوقات أعلنت عن داعش جماعة إرهابية لكن داعش عندما سيطرت على الموصل تم أسر كثير جدا من السياسيين أو الدبلوماسيين أو المواطنين الأطراق حتى تم الإفراج عنهم تقريبا من ثلاثة أيام على ما أعتقد وتركيا إلى حد ما ربما ملف داعش مختلط مع ملف الأقراض مختلط مع ملف كردستان هذه المسألة هي شائكة بالنسبة لها والواقع بالنسبة لها هو متردد إلى حد ما وإن كانت تحدثت صراحة أنها جزء من هذا الحال قبل أن أنتقل لفقرة إقرأ الحدث حقيقة هناك التباس وغمود في هذه النقطة بالتحديد الدور القطري والدور التركي يعني هناك تناقض بين دعم قطر وتركيا إن كان من خلال الأموال أو السلاح أو تسهيل عبور المسلحين من الأراضي التركية إلى داخل العراق وإلى داخل سوريا وبين انضمام تركيا وقطر إلى تحالف أصدقاء أمريكا الواقع كله تناقضات يا ملحم يعني حتى الوليات المتحدة الأمريكية عندما تدخلت في هذا الحرب تدخلت بشكل متناقض للغاية عندما غزت داعش أو سيطرت قوات داعش أو مجموعات المسلحة لداعش على الشريط السن في العراق الأنبار صلاح الدين نينا وديالا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لم تتحرك عندما تم تهجير المسيحيين اللي تم في الموصل الولايات المتحدة الأمريكية تحركت عندما احتكت داعش بالبشمرجة ووصل هذا الاحتكاك إلى مشارف أربيل فهناك تناقض نفسه في تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة توجيه الضربات داخل سوريا في حد ذاتها عليها الكثير جدا من الغموض هل المقصود قوات داعش؟ هل المقصود التأثير على البنية التحتية السورية؟ إذا كانت بترول موجود تحت سيطرة داعش أو تحت سيطرة الحكومة السورية هل في الأفق دربات أخرى سوف توجه إلى الجيش السوري أنت ما تعرفش فالواقع الإقليمي والواقع الدولي هو موجود فيه قمة التناقضات من وكهة نظري وأنا وكهة نظري إن كان العنوان الرئيسي هو داعش لكن هناك خلفيات أخرى كثيرة هيكشف عنها الزمن وهيكشف عنها الوقت على كل حال هذه الأسئلة كفيلة كفيلة الزمن بالإجابة عنها إنجاز التعبير اسمح لي أن ننتقل الآن إلى فقرة إقراء الحدث ومقتطفات من بعض الصحف العربية والأجنبية الشروق المصرية تفاصيل جديدة حول إبعاد الإخوان عن قطر كشف قيادي إخواني في الخارج للصحيفة تفاصيل جديدة تتعلق بالقرار القطري الخاص بإبعاد سبعة من قيادات الإخوان المسلمين في مقدمتهم الأمين العام للجماعة محمود حسين وقال إن حسين طلقت تصالات من وزير الخارجية القطري خالد العطية قبيل مغادرته الدوحة متوجها إلى تركيا أوضح خلالها العطية أن القرار ليس طرداً إنما تخفيفاً للضغوط السعودية على قطر وأشر المصدر إلى أن القائمة التي طلب من قطر ترحيلها تضم مائة وخمسين اسماً من قيادات الجماعة إلا أن دوحة خفضتها إلى سبعة أسماء فقط الشرق الأوسط تركيا تتجاوب مع الضغوط وتفرض شروطاً لمحاربة داعش قالت مصادر تركية مطلعة للصحيفة إن خطط المنطقة العزلة في سوريا جاهزة لدى وزارة الخارجية التركية وتنتظر فقط القرار السياسي مشيرة إلى أن رئاسة أركان الجيش وضعت خططاً لمواجهة المستجدات ورسمت سيناريوهات مفترضة للتعامل مع الأزمة وأوضحت أن هذه الخطط ستعرض على البرلمان لطلب التفويد بالتدخل العسكري ولمحت مصادر تركية قريبة من الرئيس أردوغان إلى أن التفويد سيكون أساساً لمشروع إقامة منطقة عازلة في الأراضي السورية بعنق يراوح بين خمسة كيلومترات وأربعين كيلومتراً مشيرة إلى أن هذا السيناريو يحتاج قراراً دولياً ومستبعدة في الوقت ذاته قيام أنقر بذلك منفردة وقالت المصادر أن تركيا وضعت ثلاثة شروط للمشاركة في أي عمل دولي وهي عدم تسليح الكرد وإقامة منطقة عازلة وتوضيح موقع النظام السوري وأوضحت أن الجيش التركي أبلغ القيادة السياسية أنه يفضل وجوداً برياً على الأرض بما لا يقل عن خمسة آلاف جندي في حال أقرت المنطقة العازلة خرسان يمثل خطراً حقيقياً على الطيران أكد خبير أمني أمريكي للصحيفة أن تنظيم خرسان المرتبط بالقاعدة يمثل خطراً واضحاً على حركة الطيران والمسافرين لافتاً إلى أن التنظيم أجرى أبحاثاً وتجارب على متفجرات لا يمكن كشفها في المطارات الخبير قال إن التهديد عالي المستوى واعترف أن الحظة سيؤدي دوراً في الكشف عن المتفجرات التي يراد استخدامها لإسقاط طائرات وذكر بعمر فاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير عبوة ناسفة مخفية في ملابسه عام 2009 عبد المطلب سافر عبر ثلاثة مطارات قبل أن يستقل الرحلة باتجاه الولايات المتحدة والمتفجرة التي حملها لم تكن تحتوي على معدن فلم تكشف الخبير لفت إلا أنه برغم الإجراءات الأمنية المشددة في المطارات يكمل القلق في أن يرتكب أحد الموظفين أخطاء في يوم يحاول فيه ذهبي أن يذهب في رحلة جوية سيد مختار كما استمعنا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط عن الشروط التركية لمشاركة تركيا في التحالف منها إقامة منطقة عازلة وبالإضافة إلى موضوع النظام السوري فيما يتعلق بإقامة المنطقة العازلة هل تعتقد أن هذا الموضوع سيكون له تدعيات خاصة مع الرفض الروسي والرفض الإيراني سابقا وراهنا بالتأكيد تركيا قالت ثلاث شروط يا ملحم بجانب المنطقة العازلة بجانب الحكومة السورية عدم تسليح الكردي أتصور هذا الجزء المهم جدا في هذه الشروط بدرجة أو بأخرى لكن المنطقة العازلة بالتأكيد تتحدث من 5 كيلو إلى 40 كيلو في عمق الأراضي السورية هناك مصالح لإيران داخل سوريا وهي الدولة الوحيدة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع النظام في سوريا على مدار ثلاثة عقود وهناك روسيا صاحبة القاعدة العسكرية الموجودة في ميناء ترتوس وصاحبة التسهيلات العسكرية الموجودة في ميناء اللزقية وبنياس هذه المسألة أنا أتصور ستصطدم بكثير جدا من الأشواك لكن الواقع الدولي هو اللي سيفرطها في النهاية فيما يتعلق بالمنطقة العازلة هل تعتقد أن هذا التوجه هو توجه نحو التقسيم بشكل أو بآخر؟ لا توجه نحو التقسيم مش بمنطقة عازلة لكن توجه نحو السيطرة بدرجة كبيرة توجه نحو وجود مناطق أمينة ترى تركيا ربما تشكل خطر عليها في وقت من الأوقات ربما إحكام سيطرتها على منطقة الحدود بدرجة كبيرة مسألة التقسيم موجودة في العراق لسه لم تتضح معالمها داخل سوريا يعني كردستان العراق واندمام قاركوك إليها في زل سيطرة داعش على الشريط السني اللي هو الأنبار وصلاح الدين ونينوة وديالة ووجود وزير خارجي برطانيا بجانب البرازاني خلاص أعلنت هذه الدولة شكل الدولة الخاصة بها وهي بس يتبقى إعلان إشعارها أو إعلان الإعلان عن نفسها لكن داخل سوريا المسألة لسه ما زالت غامدة سيد مختار إذن مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى فاصل ومن ثم نعود لنواصل هذه الحلقة ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من آخر طبعة والتي نستضيف فيها السيد مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية سيد مختار هل هناك من شروط معينة تطرحها الآن مصر على الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في هذا التحالف؟ لا ليس شروطا معينة بالمعنى المألوف أو المعنى المتعرف عليه مصر قالت شرط وحيد أنه لابد أن يكون هذا التحالف يشمل محاربة كافة الجماعات المسلحة الموجودة في الوطن العربي ولا يكون منصبا على العراق وإراء وسوريا فقط وتقصد بذلك الجماعات المسلحة ربما الموجودة أيضا في سيناء أنصار بيت المقدس وأجناد مصر صحيح ربما الموجودة في سيناء ربما الموجودة في اليمن ربما الموجودة في ليبيا هناك جبل الشعانبي موجودة في تونس في الجزائر العالم العربي مليء بين جماعات مسلحة متشددة يعني ذات أيدولوجيا إسلامية أو غير ذات أيدولوجيا إسلامية والمسألة دي عنوانها الرئيسي ليبيا وسوريا على الواكه الخصوص دي القضية المحورية لكن أنا وكاة نظري أن مصر لا ترغب في التورط في أي صراع على هذه الشاكلة لأنها تدرك تماما بأن جيش هو الجيش الوحيد السابت في المنطقة حتى هذا التاريخ وهو عنصر من عناصر اتزان المنطقة ولا تريد أن تتورط بأي فرد من الجيش المصري خارج نطاق حدود الدولة ولكن أتخوض الآن حربا ضد الإرهاب في سيناء نعم حربا ضد الإرهاب في سيناء داخل الدولة داخل نطاق الدولة داخل نطاق الإقليم دي مسألة طبعية لكن غير مسموح أو غير مألوف أو غير مطروح على الإرادة السياسية حكومة وشعبا بأن يقرق جندي مصر خارج نطاق الإقليم لكن داخل الإقليم طبعا من الممكن أن تكون القوات المسلحة بتقود هذه الحرب أو هذه المواجهة في شبه جزيرة سيناء وفي مناطق أخرى لأن حدود المصرية كلها للأسف الشديد حدود ملتهبة حدودك مع ليبيا حدود صعبة جدا للغاية الحدود مع السودان حلايب وشلاتين عندك فيها مشاكل بدأت تطرح أقيرا بجانب شبه جزيرة سيناء طيب دعني أستوضح منك هذه الفكرة بالتحديد ما هي التداعيات المتوقعة في حال شاركت مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في هذا التحالف خارج الحدود المصرية لا داخل الحدود دي أنا مسألة برضو أنا من وكهة نظرها ستكون صعبة جدا يا ملحم حتى مصر قبولها مصر ليست في حاجة العراق نفسها وهي دولة يعني تسيطر عليها جماعات مسلحة أو ميليشيات مسلحة عصائب أهل الحق أنا أتحدث عن مشاركة الجيش المصري في هذا التحالف خارج الحدود المصرية أنت ذكرت أنه من الممكن أن يكون هناك تداعيات معينة لذلك مصر حذرة من الدخول في هذا التحالف صحيح لأن مصر تدرك بأن مسألة هذا التحالف الدولي إلى حد كبير جدا له أهداف وله أمور أخرى تختلف عن محاربة داعش وكثير جدا من المفكرين والمحللين وأنا شخصيا منهم أرى أن مسألة داعش هذه الشماعة الكبيرة لكن هناك أمور أخرى تختلف عن داعش لذلك مصر لا ترغب في تقويت داعش في سوريا وفي العراق كيف سيؤثر سلبا أو إجابا على مكافحة الإرهاب في سيناء ملحم تقويت داعش لاست في حاجة إلى التحالف الدولي تقويت داعش عدل من شكل النظم السياسية الموجودة في هاتين الدولتين ولا توفر لهم حاضنة بمعنى ما يكون لهم ظاهر شعبي ما يكون لهم تأييد من الناس في أي منطقة انتهى هذا التنظيم تلقائيا يعني بدون الدخول في حرب وبدون الدخول في مواجهة وما إلى ذلك من هذا القبيل وأنا أشرت إليك وإلى السادة المشاهدين مسألة قوات الصحوات أو أفراد الصحوات في 2007 استطاعوا أن ينهو هذا التنظيم بدرجة أو بأخر أما بالنسبة للجماعات المسلحة الموجودة في شبه جزيرة سيناء فهي جماعات إلى حد كبير جدا متناسرة هناك منطقة تسمى جبل الحلال موجودة في شبه جزيرة سيناء وهي منطقة وعرة وبحكم الظروف الجغرافية أو الديمغرافية وإهملنا لهذه المنطقة على مدار عقود وعلى مدار سنوات أدت إلى وجود هذه الجماعات وأنا أتصور تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية في هذا الموضوع ولكن ما أقصده سيد مختار هو في حال تمت مواجهة داعش وتتم الآن في سوريا والعراق أليجت خشية من دخول عناصر من داعش عبر الحدود الليبية والسودانية إلى داخل سيناء من الذين يفرون من ساحات القتال في سوريا والعراق وارد وارد بنسبة أنا أتصور ذلك وارد ما فيه شك وما تدرش تقول أن بالمطلق تستطيع تمنع لأنك حدودك مفتوحة وحدودك ساخنة وهناك تهريب سلاح وهناك دخول أفراد ومعدات شك لكن بقدر الإمكان أتصور أن القيادة المسلحة المصرية وأن الجيش المصري وأفراد الشرطة هم معين تماما إلى هذه المسألة وبيحاولوا بقدر الإمكان التقليل من قيمة الأضرار من الممكن أن تحدث زائد أنك حققت نجاحات كبيرة جدا طوال الفترة السابقة يعني العمليات إذا كانت مفرقعات في أماكن معينة أو مفخخات بتطلع في أماكن بتواريخ متفرقة لكن إلى حد كبير جدا أن تحاكم المسألة ومسيطر عليها بدرجة كبيرة وأنا أتصور أنه خلال فترة زمنية نستطيع أن نسيطر على هذا الوضع طيب بالانتقال إلى موضوع آخر كيف تصف اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك يعني خلينا أقول لك لقاء استكشافي إن صح التعبير لقاء لمعرفة تهوية وتفكير وفكر هذا الزعيم يعني وهذا الرجل القوي الموجود في الصحة المصرية واللي له تأييد شعبي وله ظهير شعبي كبير ذهب وراءه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تأييد شعبي كبير له في الداخل قراءة الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس السيسي بدرجة أو بأخرى لن تتأثى إلا بوجود أوباما والرئيس السيسي وكثير جدا من مستشاري كيلر رئيسين ودار حوار كبير جدا أنا من وجهة نظري إنه هو حوار استكشافي بدرجة كبيرة نوع من جس النب الفكر في التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة العلاقات اللي هتقام بينها طوال المرحلة القادمة رؤية الإرادة السياسية في مصر للعلاقات مع القوى الدولية والإقليمية الأخرى إذا كانت روسيا خصوصا أننا أبرمنا اتفاقية أو أبرمنا معاهدة أو اتفاق معها على بيع سلاح روسي إلى مصر في حدود 3 مليار و250 مليون دولار الصين وإحنا دولة بنبحث عن وجود علاقات تجارية كبيرة جدا معها الأقطاب الإقليمية إيران وتركيا ودول قطبين الإقليميين في غاية الأهمية القضايا الموجودة في المنطقة لأنك أنت خطورة المنطقة العربية إن قضاياها تتحكم فيها قوى إقليمية وقوى اللولية الرؤية المصرية تكون إيه؟ ولعل النقطة الأخطر ربما هو التعاون العسكري بين روسيا ومصر خاصة بعدما تم الحديث عن احتمال تزويد مصر بصواريخ S-300 وهي صواريخ استراتيجية بالإضافة إلى مقاتلات متطورة وهذا ربما يعد خطرا أو تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطر على أمن إسرائيل هل ترى أي تغير برأيك في ظل هذه المستجدات في الموقف الأمريكي من 30 يونيو؟ لا تغير في ظل هذه المستجدات لا الولايات المتحدة الأمريكية أنا أتصور إذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة داخل الإدارة الأمريكية فيما حدث في 306 لكن هي بدأت تدرك أن هي من الضرورة أن تتعامل مع الأمر الواقع هناك رئيس وهذا الرئيس أصبح له ظهير شعبي وهو الرجل القوي داخل الصحة المصرية الآن ومن الأهمية التعامل معه لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بشكل أو بآخر أهمية مصر كدولة يعني خلي بالك هناك حاجة ملحة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية في أن يكون بينهم تعاون حتى وإن اختلفت وجهات النظر ما بينهم في كثير جدا من القضايا الموجودة في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مصر على أنها عنصر اتزام في المنطقة هي الحرب والسلم بيدها بدرجة كبيرة العلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية مصر لدور محواري ودور جاوهاري فيها والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخسروا ومصر تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها ما زالت القطب الكبير جدا في العالم وأنها تعطيها مساعدات سنوية مليار وقصوص مليون دولار بجانب الاعتماد التسليح عليه أفهم من هذا الكلام أن روسيا لا تشكل بديلا بالنسبة لمصر عن الولايات المتحدة الأمريكية لا روسيا في الوقت الحالي لا تشكل بديلا روسيا هي وريس الاتحاد السوفيتي لكن لن تعطي مصر بقدر ما تعطي الولايات المتحدة الأمريكية حتى في ظل التوترات الموجودة ما بين الجانبين لكن من الأهمية أن يبقى عندك حرية منورة والتعاون مع روسيا يعني من الأهمية أن يكون بينك وبين روسيا تعاون بينك وبين الصين تعاون لكن روسيا بديل مطلق للولايات المتحدة الأمريكية أنا لا أتصور ذلك في عقل وإرادة الإرادة السياسية في مصر أيضا في نيويورك حدث هام وهو كلام رجب طيب أردوغان من على منبر الأمم المتحدة مع أنه ليس بالشيء الجديد موقف أردوغان واضح من هذه القضية ولكن الحديث بهذا الشكل وانتقاد السلطات المصرية من على منبر الأمم المتحدة لربما كان لافتا وأدى إلى انزعاج السلطات المصرية كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع الموضوع على مستوى العلاقات بين الضرفين يعني بالتأكيد شيء أنا من وجهة نظري أنا ودرائي شخصي لي أنا شيء محزن أن تكون العلاقة بين مصر وبين التركية على هذه الشاكلة المفترض أن تركيا تدرك بأن هناك واقع سياسي جديد في مصر الآن وأن هناك إرادة شعبية له وأنه من الأهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي لكن إشكالية تركيا أن هي لها علاقة ولها خصوصية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وطيار الإسلام السياسي على العموم في الوطن العربي لأن تركيا بتعتبر بشكل أو بآخر هي حاضنة له لكن تركيا دولة إقليمية لها تأثير في المنطقة لا شك في ذلك ترتبط بعلاقات استراتيجية أو اتفاقية استراتيجية مع مجلس التعاون القليجي على وكه الخصوص من 2008 وهناك خصوصية علاقة بين مصر وبين دول مجلس التعاون القليجي يعني أتمنى أن نحتوي هذا الموقف سريعا وأن لا تصل التوترات بيننا وبين تركيا إلى حد القطيعة أو ترد السفراء أو ما إلى ذلك من هذه الأمور الصعبة بيننا وبين تركيا أو بيننا وبين إيران كقواتين إقليميتين من الأهمية وجود تعاون بيننا وبين ولكن هل تعتقد بأن هذا المستوى من التعاون الذي تطمح له سيد مختار ربما يحصل في ظل استعداد تركيا عفوا لقبول أو السماح لقيادات الأخوان المسلمين الذين خرجوا من قطر الدخول إلى أعراضها يعني خلي بالك ما هي مسألة هي تغضب الإراضة السياسية في مصر وتغضب كثير جدا من الشعب المصري ما في الشك في ذلك لكن أنت في السياسة في فن الممكن والسياسة ليست لها مبادئ يعني لا صديق دائم ولا عدو دائم في السياسة قمة التناقضات انظر إلى التحالف الغرب وعلاقته بداعش هتلاقي قمة التناقضات موجودة فيه انظر إلى طريقة التعاطي حتى في الوطن العرب فأنت في علم السياسة أو في فن السياسة ما تدرش تقول آه أن هذا بالمطلق أنك أنت هيكون بينك وبينها عداء كدت تكون هناك مصالح كدت تكون هناك علاقات تجارية هامة خصوصا أن في وقت من الأوقات كانت العلاقات التجارية الهامة بيننا وبين تركيا 5 مليار و 3 من عجرة هناك أكثر من 50 مصنع موجودين في مصر طيب العلاقات الآن مع قطر يبدو أنها تسير باتجاه التطوير والتعزيز هل ترى مصافحة أمير قطر للرئيس عبد الفتاح السيسي في عشاء نيويورك مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين من الممكن أن يكون ذلك خلينا أقول لك كمان نقطة مهمة جدا في هذا السياق أن المملكة العربية السعودية وهي ترتبط بعلاقات استراتيجية هامة جدا مع مصر في هذا التوقيت بالذات لا ترغب في ذهاب قطر بعيدا وأتصور أن مصر تشاركها نفس الرؤية يعني ذهاب قطر بعيدا عن المنظومة العربية أو تخرج من عباءة دول مجلس التعاون الخليجي ده شارخ كبير جدا في العالم العربي نحن في أمس الحاجة أن نبعد عنه الآن في ظل هذا التوتر الموجود في العالم العربي قطر نغضب منها نعم هناك بعض البرامج الموجهة خصوصا في قناة الجزيرة مباشر مصر وغيره تغضب الإرادة السياسية في مصر وتغضب جزء من الشعب المصري لكن بشكل أو بآخر من الأهمية أن يكون بيننا وبينها تعاون برضو قطر جزء من العالم العربي مصر هي الدولة الكبيرة تلتعادة سكان العالم العربي هي الدولة المحورية القطرية مش واجب أن يكون الغضب بيننا وبين قطرة وبين أي دولة يصل إلى مرحلة القطيعة أو ما إلى ذلك وأتصور أن المملكة العربية السعودية والإمارات على وكل خصوص بيلعبوا دور كبير جدا في تطييب هذه العلاقة ومنع وصولها وتوترها إلى درجة تكون درجة محرجة حتى مش لمصر فقط تكون محرجة للمملكة العربية السعودية تطييب هذه العلاقة سيد مختار كان مبني على ضغوط سعودية وإماراتية مورست على قطر حتى تراجعت عن مواقفها السابقة فيما يتعلق بموضوع دعمها للإخوان المسلمين ملحم ده كلام مظبوط السعودية هي الأطب الروحي لدول مجلس التعاون الخليجي وأنت تكر معي بأن قطر إحدى دول منظومة مجلس التعاون الخليج ولو السعودية ترغب في ذلك ما كانش أرسالة وزير خارجية السعودية ومع رئيس مخابراتها مع وزير داخلاتها إلى قطر لتوضيح بعض الأمور هناك غضب من قطر ليس بسبب مصر فقط ولكن هناك غضب من قطر إيواءها لكثير جدا من المعارضين السعوديين والإماراتيين منحهم الجنسية يعني أمور كثيرة جدا حتى داخل منظومة مجلس التعاون الخليج ورغم ذلك لم تصل إلى مرحلة القطيعة لكن أنت عندك دولة متمردة دولة يعني لها موقف سياسي معين ما تعديهاش أو خليها ما تخليهاش تخرج بره عبقتك أو بره منظومتك بدرجة أو بأخرى لكن يكون فيه نوع من الترويد لها يكون فيه نوع من الحديث معها إحنا خضنا خمس حروب أو أربع حروب مع إسرائيل وعملنا التفاقية السلام بيننا وبينها يعني المسألة مش بالمطلق الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقتها بإسرائيل إسرائيل تجسست على الولايات المتحدة الأمريكية وطم ضبط الكثير جدا من الأفراد اللي بيقوموا بعمليات تجسس ورغم ذلك المسألة ما وصلتش إلى مرحلة قطع العلاقات وطرد الصفراء وما إلى ذلك يعني إحنا في العالم العربي عايزين نتعلم سياسة ويكون عندنا فن السياسة يعني احتواء الموقف العربي مش هتلاقي دايما كلها مصالح متفقة لكن بشكل أو بآخر يا إخي نتفق على الحد الأدنى من الأمور لكن الواقع العربي وواقع مؤلم الخطوة التي قامت بها قطر فيما يتعلق بإخراج قيادات من الأخوان المسلمين على ما أعتقد سبع أسماء كان في القائمة مع أنه ما وضع على الطاولة كان حوالي 150 اسما لم تخرج منهم قطر إلا سبعة أسماء هل هذه الخطوة برأي مصر كافية لإعادة المياه إلى ما جريها لا طبعا خطوة ترد سبعة بس ليست كافية لمصر مصر في أمس الحاجة إلى كثير جدا من الأمور من قطر يعني أتصور بالمجمل مصر ترغب في ترد كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من قطر مصر ترغب في عدم وجود توجه إعلامي خصوصا من القناة الجزيرة في بعض البرامج الإعلامية اللي بتهاجب النظام السياسي في مصر أو بتحرد أو ما إلى ذلك من هذا القبيل يعني هناك أمور كثيرة جدا مصر غاضبة منها لكن تفضل تفضل أكمل لكن بشكل أو بآخر كما أوضحت إليك في السياسة يعني خذ المسألة التدريجية إذا كان فيه النهاردة استعداد قطر لطرد سبعة من الممكن أن يخرج آخرين بشكل غير مباشر من الممكن مع تطييب العلاقة ومع وجود دولة زي المنطقة العربية السعودية ودولة الإمارات وهناك إدراك عربي بأن قطر ما تذهبش بعيدا لأن أنا عندي إيران إلى حد كبير جدا دولة متربصة بدرجة أو بأخرى من الممكن أن يكون لها دور في وجود هذا الشرق بدرجة أو بأخرى وهي أصبحت لعب مهم جدا داخل الصحة العربية بحكم التغالغل الموجود في سوريا والتغالغل الموجود في العراق وعلاقتها بالبحرين جبهة الوفاق وعلاقتها باليمن والحسيين مسألة أصبحت خطيرة في العالم العربي في أمس الحاجة لعمليات التقام ليس عمليات فك وتناصر دول داخل المنظومة العربية أكيد وربما نحن هذا أهم ما نحتاجه في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة واضح سيد مختار أن هناك تنازل من قبل قطر في هذا الملف بالتحديد ولو أنك وصفته بأنه غير كافي إنما أيضا يوجد في المقابل مرونة من قبل مصر في ملف الإخوان المسلمين أيضا وهذا برز مع التصريحات الأخيرة للسيد عبد الفتاح السيسي التي قال فيها بأن الباب مفتوح أمام المعتدلين من الإخوان المسلمين هل هذه المرونة تندرج أيضا ضمن المبادرة أو الصفقة التي رعتها المملكة العربية السعودية صحيح أنا أتفق معك يا ملحم في ذلك خلي بالك مش مرونة بس مرتبطة بالحديث عن جماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن يكون لهم دور في العمل السياسي شرط نبز العمس هناك إفراج عن كوادر من جماعة الإخوان المسلمين من السجون في مصر مثلا حلم الجزار محمد العمدة وآخرين تم الإفراج عنهم وتم خروجهم من السجون وحلم الجزار قد بإخواني كبير ومهم جدا داخل جماعة الإخوان المسلمين وخلينا أقول لك نقطة كمان أنه القل في مأزك جماعة الإخوان المسلمين وطيارة الإسلام السياسي في مأزك لأنه خسر كل شيء وأصبح موجودا خارج نطاق العملية السياسية وأتصور أيضا أن الحكومة في مأزك لأنه تبحث عن ما خرج من هذه الأزمة وبشكل أو بآخر تريد استثمار وتريد تواجه اقتصادي وتريد رأس مال أجنبي يستثمر في مصر ولن يأتي إلا بوجود هدوء داخل مصر فإنت بشكل أو بآخر عليك أنك تحتوي الموقف انظر إلى ماليزيا ماليزيا 60% منها مسلمين 40% منها ما بين مالويين وصينيين وهندوس ومجوس وغيره ورغم ذلك هناك دستور حاكم وكل واحد هذا يعبد الله وهذا يعبد بقرة في الشارع فهي المسألة وأنت تبحث عن نهضة وأنت تبحث عن توجه صناعي وأنت تبحث عن استثمار لن يأتيك هذا إلا في ظل هدوء موجود في الداخل توطرات موجودة مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيره أنا أتصور هناك مرحلة من مراحل الاحتواء لكن شرط أن كلا الطرفين يقدموا تنازلات لأن هناك وطن هو المهم وهناك مصلحة مواطن هي الأهم طيب سيد مختار فيما يتعلق أيضا بالصحفيين هل سيكون هناك مبادرة كما حصل في موضوع بعض قيادات الإخوان المسلمين وسيتم إطلاق بعض الصحفيين لأنه يبدو أن هذا الموضوع يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما فتحت الموضوع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك يعني أنا أتصور الصحفيين أنا أتصور المجتمع المدني خلي بالك أتصور بعض الكوادر الشبابية المحسوبة على صورة 25 نينار وهي كوادر مهمة ومؤسرة تم الإفراج عن علاقة فتاح تم الإفراج عن مهينار أو مهيناز يعني الناشطة الحقوقية الشهيرة يعني هناك إرادة واضح أن هي تريد أن تقدم مبادرات وإذا الطرف الآخر بدأ يقدم نفس المبادرات أو بدأ يعني يتقبل هذه المبادرات من الممكن أن يكون هناك تنازلات متبادرة لأنك أنت وأنت حاكم لوطن وأنت تبحث عن هموم ناس من الأهمية أنك أنت متشخصان في مسألة العداء أو مسألة الندية خصوصا إذا كانت هذه العداء أو هذه الندية موجودة داخل وطن واحد سيد مختار أشكرك جزيل الشكر مع الأسف انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية وقبل الختام مشاهدين الكرام ننوه بأنه تم تأجيل النطق بالحكم في قضية الرئيس حسني الرئيس السابق حسني مبارك لأواخر تشرين الثاني نوفمبر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر